جدا ان احنا نلقي بتقرير المرائب الحكم ونضرب بيه عرض الحاط استدادا الى انه تقرير المرائب لم يسنده طب ما سندهوش ليه؟ ده سؤال تاني لكن بمناسبة الحكام فيه خناقة تحت السطح كده دمهت ايه الاول يومين دول بين الكابتن جمال الغندور والكابتن جهاد جريشة جهاد جريشة كان متعين حكم فيديو لمباراة في البطولة العربية فريق المغربي اوليمبيك باين المغربي مع اتحاد جدة اتحاد المصري لجنة الحكام بعتت للاتحاد العربي قالت لهم شيلوا جهاد جريشة ما تدلوش المباراة لانه موقوف محليا جهاد جريشة قالت له تصريح انه رفض المثول امام التحقيق امام اللجنة لانه شايف ان اللجنة ظلمته في ان هي حطته رقم 3 في القائمة الدولية وبالتالي هيغيب عن كاس العالم اللي جاي وهو شايف من وجهة نظر انه كان عنده فرصة انه يكون موجود في منديال عشرين اتنين وعشرين قال حتى موضوع السن لا يعتد بيه لانه في حكام موجودين ومرشحين تقريبا في نفس السن تقريبا اربعة واربعين سنة فباية المسألة عندنا حاكم منديالي وعندنا لجنة مختلفة معاه بتستدعيل التحقيق الراجل رفض استنادا على انه هم ظلمون ما فيش حاجة كده في الدنيا استاذ ابراهيم اه انت طلعت صرحت انك انت مظلوم هو ما قدمتش التماس ما تكلمتش بمذكرة ما رفعتش للجهات الاعلى تطلب انصافك بيقول ان هو اتكلم الاستاذ عمر الجنيه ما فيش حاجة اسمها اتكلم يبعد ورق فلما اي حصل تحقيق لازم تروح وتبرق نفسك يعني انما تتجاهل اللجنة هتوقفك بص يا استاذ ابراهيم احنا قد اختلف مع اللجنة لكن انا مش هختلف مع النظام ايوه دي لجنة حولتك للتحقيق انت مظلوم روح يزبط انك مظلوم لكن مش معترف بيكو هيحربوك هم كمان مش محترفين بيك والاصل اللجنة هنقف بقى في اشكالية عدم الاحترام الكيان والكيانات وكله هيخسر كله هيخسر انت شكلك ايه قدام الاتحاد العربي الوقت اه مش كويس فاحنا الحقيقة احيانا نسيق لنفسنا من باب العند نتمنى لانه كمان الاتحاد مفوش الا لجنة واحدة لجنة الحكام فحتى اللجنة عندها هذه المشكلة انا تمنى لانه في النهاية مش بالسهولة ان يبقى عندنا حاكم منديالي يعان احنا فخورين جدا انه كان عندنا جمال الغندور وفخورين جدا انه كان عندنا عصام عفتاح وفخورين جدا انه كان عندنا وجهة عحمد وكتير من الحكام المصريين اللي راحوا كاس العالم فلم يبقى عندنا جهات جريشة نحافظ عليه وندعمه لكن فكرة ان يبقى فيه كلام كتير على تصفية حسابات وتولية ناس ما اعتقدش ان ده الصالح اهو تقدم بدايا اهو تقدم بدايا ازا كنت شايف من الشباب اللي طالع ده حد يمتلك المواصفات والخلفية ادعمه وثقافه وقدمه الكرة المصرية عندها ارتباطات كتير مهمة واحد من الارتباطات المهمة اتنين صوبر ازا مالك راح يلعب صوبر اشتركوا في القناة